لازالت مؤامرات تنظيم الإخوان الإرهابي وتصدرهم المزعوم للمشهد السياسي في طرابلس مستمرة حيث جرت انتخابات ما يعرف بالمجلس الاستشاري والكل يعي أن نتائج الانتخابات قد حسمت قبل أن تنطلق من الأساس رست هذه الانتخابات بتولي خالد المشري رئاسة المجلس لولاية ثانية المشري والذي يفتخر بانتمائه لتنظيم الإخوان الإرهابي الذي كان السبب الرئيسي لحالة الفوضى والاقتتال في طرابلس كان له سجلا حافلا بالإجرام حيث كان سجينا نتيجة انتمائه لجماعات متطرفة بين عامي 1996 إلى 2002 وكان المشري وهو القيدي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية أعلن في وقت سابق انسحابه التام من الجماعة ولم تكن استقالته حقيقة ولكنها خدعة للتحرق بأريحية لاختراق التيار المدني في طرابلس ومصراتا والزاوية وغيرها من مدن الغرب والدليل على عدم فك ارتباط المشري بجماعة الإخوان حضوره المؤتمر الأخير للتنظيم الدولي ودفاعه المستميط حتى اللحظة عن فكر الإخوان وقياداتهم حيث اعتادت عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي على الكذب والنفاق وتوظيف الدين لخدمة مصالحهم وأجنداتهم السياسية وذلك في إطار فكر الجماعة للهيمنة على ثروات ومقدرات الشعوب العربية والقفز على مقاعد السلطة بقوة التآمر والسلاح ويعد المشري أحد المتورطين في حرب فجر ليبيا الإرهابية التي دمرت مناطق بطرابلس عام 2014 إضافة إلى حرق مطارها وطائراتها ومثل كل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية حاول المشري الترويج لنفسه باعتباره أحد السجناء السياسيين إلا أنه كان محكوما عليه في تهم تتعلق بالفساد حيث تورض في قضايا وتم سجنه إضافة إلى أفكاره المتشددة وهو ما يفند ادعاءات المشري التي يحاول ترويجها بأنه كان سجينا سياسيا ويمتلك الإخواني المشري ثروة طائلة ويحظى بدعم مالي كبير كونه أحد الأطراف الداعمة للميليشيات ولا زالت ملابسات فوز المشري في المرة السابقة محل تساؤل خاصة بعد أن فضح الرئيس السابق عبد الرحمن السويحلي ما جرى من تزوير ليطالب بالتحقيق ولكن مطالبات السويحلي ذهبت أدراج الرياح ليفوز المشري مرة أخرى معززا سطوة الإخوان وسيطرتهم على مفاصل الدولة لقناة ريبيا الحدث سفيان بغرسة